السلام عليكم من جديد اهلا وسهلا فيكم بقناتي اليوم وصفتنا هي شوربة الدراء باستعمال منتجات الاحلام موجود عندون دراء معلب وكتير طيبة ولزيزة بنصحكم فيها عملتها اليوم بطريقة مختلفة عملت لكم ياها وشوربة كتغيير شكل عن الشوربات المتعودين عليها وصفرة رمضان بنصحكم تجربوها كتير طيبة مغزية وسريعة التحضير ومتل ما قلت لكم كتير مناسبة لبعد صيام طويل هيك نبلش الصفرة اول شي بالشوربة وتابعوا معي الطريقة رح نبلش بالمكونات وبطريقة التحضير وبالكون المكونات نحن وعمل نحضر في عندي هون ملعقتين منزب دي ضفط اللون تقريبا ملعقتين من الزيت او اقل شوي حسب كمية اللي انتو عم بتعملوها او حطيت بصلي كبيرة انا هون استعملت البصل الاحمر لانه كتير طيب بين الشوربات بيعطي كرملة طيبة وتعمتو هيك شوي احد من البصل العادي بنصحكم تجربوه بالشوربات كتير طيب بقليون مع بعض حتى تدبل عندي البصلة وهيك بس ندبلت البصلة وتغير شوي لونة رح ضيف ملعقتين من الاطحين ومنحرك مع بعض حتى يمتزج كله رح نضيف الدراء علبة الدراء اللي عندي هون جاهزة متل ما قدلكم بدي استعمل علبتين اليوم اول مرحلة رح ضيف هاي العلبة هلأ عم صفية من المي واخصلها شوي وارجع صفية ورح ضيفها فوق هذا الخليط حتى يتقلو مع بعض وتاخد نكهة البصل ونكهة الزبدة كمان متل ما شايفين هيك بس نقلبون مع بعض تقليبة هي قريدي جاية يعني مستوية جاهزة وهلأ في عندي لتر من المي رح ضيف له ملعقتين من البهارات الماجي فيكن اللي بيحب يستعمل مكعبات الماجي فيه ضيف او فيكن تستعملوا مرأ اللحم اذا كانت متواجد عنكن او مرأ الجاج منضيفهم للخليط ومنحرك وهلأ رح ضيف عليهم ملعقتين كبار من الشوفان كتير تعطي كسافة للشوربا اول شي هو كتير مغزة وتعطي كسافة ورح حط البهارات اول شي حطيت ملعقت صغيرة من البهار الحلو وربع ملعقة من جوز الطيب كتير بتلبق لهاي الشوربا هي طعمة للجوز الطيب ونحرك مع بعض وكمان رح ضيف عليهم نصف ملعقة من البهارات الكركم كمان تعطي طعم كتير طيب يا اذا عندكم كركم مفرش فيكن تحطوه او فيكن تحطو البهارات تعطي لون وكمان مغزية وبعد عشر دقايق بيستوي عندي الشوفان رح اطحنهم بالطاحونة بهالشكل وبعد ما طحنتهم كلاياتهم رح ديفة علبة تانية من الدراء هون الدراء انا ما بدي اطحنها مشان يكون بقلب الشوربا في حبات الدراء نصف مطحون ونصف التاني حبيبات هيك بتعطي كتير طعمي طيبة بنصحكم فيها وبدركن على النار عشر دقايق على نار كتير خفيفة حتى هيك يستوي يدخلتو كلن مع بعض وجاهز الشوربا وخلصت عنا الشوربا هي هي كل الخطوات صبيتها بلصحون وفيكن ضيفو الكريمة هون الكريمة انا ضفتها على الوش حسب ما بتحبو ازا بتحبو الكريمة فيكن ضيفوها بهالمرحلة او فيكن ضيفوها بمرحلة الطبخ انا بفضلها هون بالمرحلة واحيانا ما بحط لكريمة ابدا اللي بتحبوه تزين متل ما بتحبوه بالبقدونيس اي نوع بتحبوه وهيك كن قدمت لكم الشوربا باستعمال للدراء من منتجات الاحلام ان شاء الله تكونوا حبيتوها واذا عجبكن الفيديو اكيد لا تنسوا الاشتراك بقناتي ازا مو مشتركين وكمان تفعلوا زر الجرس ورح اترك لكم حسابات متل ما قد لكم منتجات الاحلام بيصدقوا الوصف وبتمنى تجربوها وتقلوا ليش رأيكم فيها وان شاء الله تكونوا عم يعجبكم كل الوصفات اللي امقدم لكم ياها وشكرا لدعمكم اللي عم يعمل لي لايك وعم يدعمني ولا تنسوا تتابعوني عن انسجرام كمان بتلاقوا في وصفات كتير مختلفة وبشارك معكم يوميات ووصفات كتيرة برمضان وان شاء الله هيك شهر مبارك على الجميع وشكرا للمتابعة